مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد الفيديو تابعنا لليوم بدي أعرض لكم عملية زراعة أو إضافة نبات مميز عندي بالحديقة هذا النبات أنا صلي فترة يعني حاب أضيفه عندي بالحديقة من أكثر من ثلاث سنوات من وقت ما بلاشت أشوفه بنزل عندنا في واحد من المشات الفقط في عمان وحبيت أنه أضيفه عندي بالحديقة بس طبعا كنتم متردد لمجموعة أسبابها سبت كل لكم إياها النبات الجميل اللي هو اسمه كولورادو بلو سبروس واحد من فصائل السرو الأزرق رائع فعلا يعني ما شاء الله شوفوا كيف شكل النبات بدايات أي نموات جديدة بتكون على النبات بكون لونها مثل اللون الأزرق يعني ما شاء الله نوع فعلا مميز ملمسه بجنن وشكله يعني كمان كثير كثير مميز برجع بحكي لكم اسمه كولورادو بلو سبروس هس هذا النبات يعني ليش أنا ما كنت حاب أني أخاطر أضيفه عندي بالحديقة هس لها مجموعة أسباب السبب الأول أول إشي هذا انفستمنت القصد أنه النبات مش رخيص أبدا فعشان هيك دايما بتردد لأنه أبصر يزبط أو ما يزبط عندي بالحديقة لأنه فيه له ظروف بده ظروف معينة عشان يزبط فيها بصراحة أنا نديمت أني شريت الحجم الصغير لأنه اكتشفت أنه هاي الفصيلة من الفصائل اللي بتنمو بشكل جدا بطيء يعني فعليا أنتو لما تشتروا سعر أعلى يعني فعليا أنتو بتشتروا سنوات نمو يعني الفرق بين هذا الحجم والحجم اللي هو ضعف السعر تقريبا حوالي 6 سنوات تخيلوا بالنمو فاندمت أني صراحة شريت الحجم هذا لو أني دفعت زيادة مش مشكلة أنا شاري وشاري واعتبرتها هدية إلي يعني بالنهاية يعني قليل أني ما أخاطر أنا وأشر هدايا إلي فاعتبرتها هدية إلي فلازم شريت الحجم الكبير بس مش مشكلة صرت شاري هذا الحجم بما أنها التجربة مش عارف رح ينجح النبات أو لا إن شاء الله أنه ينجح بس إذا ما نجح يعني يبعي اعتبار أنه ما دفعت الشيء كثير عليه هس ليش إنه ممكن أنا خايف إنه ما ينجح هس طبعا هاي الفصيلة فصيلة مقزمة من الكولورادو بلو سبروس الكولورادو بلو سبروس بالعادة بوصل الارتفاعه لحوالي 12 متر هاي فصيلة مقزمة اسمها سوبر بلو ارتفاعها النهائي النهائي حوالي بين 3 و 4 متر يعني ما بتوصل أطول من هيك وأنا ما بدي نبات أصلا يوصل أطول من هيك لأنه بدي أزرعه كنبات تحت أشجار ما رح أزرعه كنبات رئيسي إنه يكبر أصلا ما عندي مكان إني أزرعه كنبات رئيسي عندي بالحديقة الكولورادو بلو سبروس من اسمه وين أساسه وين يعني خلينا نحكي موطنه الأصلي موطنه الأصلي ولاية كولورادو في أمريكا في سلسلة جبال الروكي تمام هسه سلسلة جبال الروكي هاي بتمتد في وسط الغربي من أمريكا من الشمال من ولاية واشنطن بتظلها نازلة لحديث ما توصل الجنوب لحدود المكسيك تمام حتى أعتقدين هلأ ما بتوصل المكسيك بجوز لحديث حد كاليفورنيا ممكن حسب يعني ذاكرتي مش يعني بالجغرافيا مش كثير بس هذا اللي بعرفه أنه سلسلة جبال الروكي تمتد حتى بتدخل كندا كمام بالشمال هسه هاي المناطق مرتفعة درجة حرارتها معقولة باردة جدا بالشتاء توصل يعني حرارة فيها لحوالي الاربعين تحت الصفر تخيلوا فيه مناطق في سلسلة جبال الروكي توصل الاربعين تحت الصفر النبات بحب البرد بشكل مش طبيعي فوين جاي وين بدي أزرعو أنا بدي أزرعو في الأردن في بلاد الشام منطقتي كمام مش منطقة شفا ما بتوصل الحرارة فيها لأكثر من يعني أقل حرارة بتوصل فيها فعليا أنا للسنة الماضية ما وصلت عندي صفر أقل حرارة بجزء وصلتنا تقريبا حوالي 2 أو 3 سلسيس فالنبات بحب البرد وهذا إيشي أنا ما رح أقدر أوفره إياه فما بعرف إذا رح يزبطه ولا هذا بالنسبة للبرد شغلي ثانية النبات بده حوالي ما بزبط في شمس كاملة وأصلا أنا هذا الإشي ما بقدر أحصله يعني للنبات عندي في الحديقة بالمزرعة ممكن هنا لا وكمان ما بقدر إني أحطه في منطق الظل كامل النبات لازم يحصل بالنسبة لبلادنا في بلاده أكيد الأصلية في كولورادو بقدروا يزرعوه عادي بالشمس الكامل وهو أصلا موطن وهناك أما في بلادنا نزرعه في مكان بحصل فقط من 4 إلى 6 ساعات من الشمس مش أكثر من هيك هسا كمان عندي في الحديقة كونه بدي أزرع النبات بالأرض لو عندي بدي أزرعه بالقوار النبات أكيد بقدر إني بالقوار أحص أعطي يعني الشمس اللي بدي إياها في أي منطقة عندي بالحديقة بس بالأرض صعب هسا لقيت محل هو خلفي موجود هون في المنطقة خلفي بيحصل له حوالي 3 ساعات من شمس ما بعد العصر وهي شمس حامي شوي خاصة بالصيف فممكن إنه النبات يحبها المشكلة كمان في المنطقة اللي بدي أحطه فيها رح يحصل شمس من جهة واحدة الجهة الثانية ما رح يحصل شمس فيها فما بعرف كيف رح يكون صراحة شكل القوار لهذا النبات في يعني مع مرور الوقت بس بدي أحاول بعد اعتبرتها تجربة بالنهاية والنبات هدية بالنسبة لي وكثير حابوا يعني من أجمل النباتات فعليا اللي أنا رح أضيفها عندي بالحديقة للعلم أنا يعني ما بحب فقط الأزهار بس أنا يعني ليش بزرع بتشوفوني بزرع النباتات وشجيرات مظهرة ظلية لأنها بتتناسب مع حديقتي بس أنا فعليا بحب كثير النباتات الدائمة اللي زي هيك النباتات الغريبة طبعا فيه نباتات لسه ثاني كمان بشوفها في المشتل صراحة شكلها رائع هذا مشتل مميز اسمه شمس وفي ولا مي وفي لا اسمه شمس وفي اعتقد شي زي هيك الليه أكثر من فرع فيه الفرع الرئيسي تبعه في خلف مكة مول القريب شارع مكة اللي بعرف يلي منهم تابعيني سكان الأردن زي ما حكت لكم النبات مش غالي اه مش عفوا النبات مش رخيص النبات غالي طبعا اللي بحب يدفع عن النباتات مش مشكلة يعني بيقدر يجربوا اللي عنده هاي الظروف انه منطقته باردة منطقة شفا بتبرد يعني بتبرد الدنيا كثير بالشتاء وكمان اللي بيقدر يعطي النبات بس اربع لخمس ساعات من الشمس بنصحون انه يجربوا لانه نبات رائع طبعا النبات ايش حكيت ايش ظل اه حكيت انه فصيلة مقزمة هي بتوصل حوالي ثلاث متر وهذا النبات مزروع من البذور مش من القلم فعشان هيك بيكون تقريبا هايبرد خلينا نحكي عشان هيك كمان مقزم لانه مزروع من البذور ما بيكون زي النبات الاصلي الام تبعه هسا زي ما قريت عن النبات قبل عملية الزراعة لازم اغطس الكرة التربة في كمية من المي فهسا بدي روح اجيب لي سطل المي او مش عارف اجيب لي شغلة اطلع النبات وحطه في المي قبل ما ازرعه وخلينا نبلش عملية الزراعة طبعا ما رح اذكر هسا كيف طريقة الزراعة بدي اصور لكم الفيديو تشوفوا الخطوات وبعدها بذكرها بشكل سريع بس نبات فعلا رائع كفير حابه يعني من اجمل النباتات اللي طفتها زي ما قلت لكم عندي بالحديقة خلينا نبلش زراعة قبل عامة اشتركوا في القناة 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 من زراعة يعني اعتقد واحد من اجمل النباتات اللي اضيفها عندي بالحديقة طبعا النبات على هذه الصور على فكرة ما بتعطي حقه لو تشوفوها على الواقع خيال بجنن ما شاء الله مع انه نبات يعني نبات دائم ورقي يعني بس زي هيك بس مميز يعني كثير مثلا كيف زي نبات الهوستة هذا اللي جنبي نبات مميز كثير حلو هس بالنسبة لخطوات الزراعة زي ما شفتوا طبعا اعطيكم اياهم بالتدريج اول شي حفرت جورة على عمق طبعا الجورة اللي حفرتها ضعف حجم القوار اللي كان نبات مزروفي هذا اول شي طبعا انا قاعد بحفر لقيت هذا الجذر الكبير شفته شوية كافية شوية تعفوني اعتقد انه من شجرة زيتون معمرة جنبي هون عمرها اكثر من خمسين سنة فهذا ما رح يأثر عليها فقصيته تمام شلته يعني اعساس ما يأثرلي على الشجرة هاي لانه بديها تضبط يعني بصراحة حطيت كمية من السماد العضوي اسفل الجورة اللي حفرتها وخلطها مع كمية من الكوكوبيت عساس التربة تكون خفيفة والجذور النبات الجديدة تبلش تمشي في التربة تمام بعدها حطيت كمية من التربة الحمراء وخلطت كمية من السماد العضوي على التربة المحيطة حطيت النبات غيرت موقع اكثر من مرة لحد ما شفت اتجاه مناسب بالنسبة لي وهذا اعتقد انه افضل اتجاه بالنسبة للنبات طبعا كتر ما انا احب النبات كل ما اشوف شغلي عليه ورقة غريبة زي هذا مأثري على اللون بشيلها مباشرة اذا لا حطيته بذايقني يكون في اشي عليه خاصة اللون الاحمر المجنوني قاعد بتكت ورق فبظل يجع عليها ورق مجنونة مباشرة بتبين لانه لونها ازرق تمام وان وصلت اتجاه النبات اخترت اتجاه نبات مناسب لانه يكون للجهة هاي لانه هاي الجهة الرئيسية اللي رح ينشاف فيها وطبعا طميت يعني حطيت تربة من التربة المحيطة فيه على النبات واكيد اتأكدت انه ما في اي فراغات حوالين النبات وطبعا على فكرة سجيته وبجوز ما صورت لكم مع عملية الرئي سجيته رئي غمر اول سجوي وبعدها هس رح اصير اسجيت تقريبا بكونه النبات هذا بحب يعني بحب الماء ما تتجمع على كتلة التربية تبعته وكما ما بحب يجفه احنا الصيف داخل يعني احتمال مرتين بالاسبوع مرتين كل عشر ايام احتمال ان ازجيته تقريبا هلا جدول الرئيس سيكون بالنسبة للسماد خلص انا اضفت كمية من السماد العضوية مش حاب اني اضيف اي اسمدة عليه اضافية هاي السنة ما بدي النبات يعني انه يضرب عندي بسبب اي سماد غير مناسب ضفته عليه بس يعني ان شاء الله انه يزبط بإذن الله انه يحب هاي المنطقة ويزبط فيها ويعمر يعني تقريبا يوصل الارتفاعه انا زرعته تحت شجرة لوز يعني اذا بوصل ثلاث متر زي ما هم مكاتبين احتماله انه يلمس طرف شجرة اللوز من تحت طبعا في حال انه نجح كمان زي لا اكتلت لكم هاي تجربة اي احد عنده الظروف اللي بحبها هذا النبات بنصحكم انكم تزرعوه موجود في شمس فاي مش عارف لم ترح يظل موجود لانه بالعادة عفكرة بتخلص منتجاتهم هاي بسرعة بجيبوها مرة واحدة عفكرة بالسنة بس في فصل الربيع وانه هذا النبات عفكرة شاري صار لي تقريبا الشهر صار له عندي بالحديقة اعودوا على الاجواء دايما عودوا النبات المستورد على الاجواء حديقتكم قبل ما اضيفوه بالارض وتزرعوه في مكان الدائم لانه يكون في عنده صدمة انتقال فتقريبا صار له شهر فمش عارف صراحة اذا ظل عندهم والله حتى اذا ظل عندهم احتمال اني كمان اخاطر لي فكمان نبتة من نفس الفصيلة من كثر ما انا حابها وحطها في قوار خلينا نشوف ايش بطلع معي لانه ما شاء الله نبات مميز ونادر بشكر جميع المتابعة ان شاء الله يكون لعجبكم النبات من كثر ما هو عجبني يعني زي ما انا عجبني وان شاء الله ينجح في المنطقة هاي اي اسئلة اضافية بتحبو تسألوها عن السبروس عن السر و اي فصائل هاي في عندي فصائل متنوعة كمان من هاي النوعية زريعة بجويرة صغيرة تركوا لي اياها بالتعليقات ان شاء الله بجاوبكم عنها بشكر شكرا لكم على المتابعة اعطيكم العافية ونهاركم سعيد سلام